تشهد جبهات عدة في اليمن مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني من جهة والميليشيات الانقلابية حيث تواصلت لليوم الثاني على التوالي في جبهة ميريس شمال محافظة الضالع بإسناد من طائرات التحالف التي شنت غارات عدة على مواقع الميليشيات في منطقة دمت وجبل ناصا وفي جبهة سرواح غرب محافظة مأرب شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مدعومة برجال القبائل سقط على إثرها العشرات من عناصر الميليشيات بحسب مصادر المقاومة بينما وصلت طائرات التحالف استهداف مواقع وتجمعات عدة للميليشيات في محافظات الحديدة وعمران وصعدة وصنعاء حيث شنت الطائرات أربع غارات في منطقة باجل شمال شرق الحديدة واستهدفت مخابئ أسلحة للانقلابيين كما استهدفت تجمعا للميليشيات في محافظة عمران شمال صنعاء بستة غارات دمرت مواقعهم ترجمة نانسي قنقر